اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الناس الحلوة قوي قوي معانا شاعرة جميلة جدا وأحب أرحب معاكم الأول السادة ضيوف نرحب بالشاعرة الجميلة صاحبة الكلمات الرئيقة والرومانسية الأستاذة نجوى أهلا بك يا حبيب ومعانا الصوت الغنائي الجديد معانا الأستاذ مصطفى أهلا بك ومعانا الدكتورة مروة صلاح سالم أستاذ مساعد المايكروبيولوجي علوم الأزهر أهلا وسهلا بحضرتك ومعانا بقى اللي مفرحنا واللي عمل لنا البلالين بقى ويعمل لنا جو البلانتين معانا عم فرحان ربنا يخليك عم فرحان عزيزي المشاهدين حنبدأ معاكم كده في البداية نعرف يعني إيه كلمة حب أو إيه هي المفهوم الصحيح لمعنى كلمة الحب نبدأ بمين بقى نبدأ بالشعرة قولنا بقى يعني إيه حب أولا عيد الحب مفروضي بقى عيد الأوفياء لأن العشقين كتير جدا لكن الأوفياء قلنا برافو عليك ما بعترفش بقى عيد الحب صراحة الحب ده جوه الألف على طول يعني يريتي بقى عيد للأوفياء أو عيد للإستمرار بالحب طب انت شايفة الحب يعني إيه يعني انت شايفة عشان نقول إن الشخص ده فعلا يحب هو بس الشخص الوفي ولا فيه شروط تانية لازم تبقى متوفرة فيه عشان نقول إن هو ده الحب طبعا نحن حصل مشاكل أو يبقى فيه وفاء ويبقى فيه استمرارية طب محضر لنا إيه با النهار ده عشان الحب عايزين أقول بقولك يا مجرم أيوة يا عم بيشي تمام بقولك يا مجرم يقول قلبي لأ وكرهاج بشدة فمندي قدق يقولي بتجذب وكل كلامك ملوش أي حق وأحلف ما هرجع وتاني قرق وأحلف بديني ما هتشوفني تاني فقلمح عيونك فتجري عيوني بقوة زوق وكدب يا قلبي وكدب يا قلبي وانت بتجري وهو الإساب وكدب يا قلبي وهو اللي حبلي اللي أفف رأبتي وعمره مداب وهو اللي رحتي ولو كان عذاب وجارح في قلبي وبيه قلبي طعب فكنت العصاية لنفسي وعقاب وهو وجوده ولو كان ما آتا فق أرضي ودابك وفيه قلبي داب فرح ويسألني وفين العتاب وعنف الجواب وقفلت عيونك وراكل لباب وعادك لوحدك عتابك وبعدك ولمك لذكرى ورمي في دولاب وغضب اللي كان كله حقيقة صار لي صراب بقيت الحمام ومن لحظة كنت معاه الغراب وناسي دا كله وناسي في مره وحلي في نفسي لو المح في ضله ونادي وقوله يا عمري بكله وشغف سومة أو الحب كله ولو في أميسه ريح الطراب أكون أنا فله ولو في رموشه شوية عذاب أجحل كحله يقول لي جنان والله جنان أقول له حنان يقول هو فين أقول له دا فيك يا حن الرجال يقول لي وزعلك وخوفك وغضبك أقول له دا موجة وخطع في رملك يا ودا أنا عمرك يا مجرم يا آسي ومنك بآسي بصلحك وناسي أهلي وناسي تاجي وراسي ولو كنت شوك ومر في كاسي بحبك بشدة يا واجعلي راسي وارجع له تاني أأسى وغير وصاف ومطير وحر وأمير وعبدي وأسير وشوكة وحرير وكله وعكسه ومن كلم عكسه وشم فرحته وهو العبير وأسأل بشدة قابلت في مين وكلمت مين وفي حد غيري سلم عليك وخلى إيديك فيها لي يا سامين يقول لي تاني وأرجع وأندم ولا أعد في شزعن ولا مرة غير وأسف وحرم وده كله حالي وأقول له تاني بحبك يا مجرم بحبك يا مجرم الله عليك أول مرة أشوف حد يغازل وبالكلمات دي بسة حلوة جدا 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 برافو عليك طيب ننتقل بقى العم فرحان والفرحة بقى والبهجة واللعب والحاجات دي بقى قلنا بالبلونة ما أعظم هذا الحب ما أعظم هذا الحب أن يبذل أحد نفسه لأجل أحب بقى بمعنى أي بمعنى أني اللي يحب بجد ويقدر يقدم نفسه ومشاعره وكيانه وكل حياته اللي بيحبه ده أعظم حب والحب الحب في قبول الحب في رحمة الحب في غفران الحب في سلام الحب في دحكة حلوة الحب في كلمة حلوة الحب في قلبة حلوة هو ده الحب الله الله البعيني فعلا ومفاهيم الحب بتختلف من شخص لشخص ده حقيقي فعلا هنخرج معاكم لفاصل وحنكمل معاكم الحلقة بعد الفاصل فانتظرونا أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة تانية في برنامج دندنهوي دردشة واستكمالا لموضوع حلقتنا عن الحب هنسأل بقى الأستاذ مصطفى انت بقى إيه رأيك في الحب أو إيه هو معنى الحب من وجهة نظرك أول حب من وجهة نظري يكون الطرف مننا إحنا الاتنين يستحمل التاني مش أكتر الاستحمال الاستحمال ده معناه كبير جدا السكة أهمنا حاجة في الحب هو السكة بس يعني بذل نظريتي في الحب طب محضر لنا إيه بقى بخصوص الحب حدث مار الوقت محضر أغنيت مغرم مغرم صبابة لا مش مغرم طب ملنا طيب يلا مغرم 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 أنا بيك على طول وأنا صبر وصبر الفوايا دالي يا للاو يا للاو يا للاو يا للي يا عين يا للي يا عين يا للي يا للي يا للي مغرم مغرم أنا بيك على طول وأنا صبر وصبر في هوايا دالي الليل يا للي يا للي يا للي انت الحبيته وانت اللي نديته من بين الناس انا قلت خلاص وانت ابتهواني وفي يوت انساني انا دقت معا طعم الاحساس اوه يا زماني يا زماني اوه 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 من العين والليل والآه اوه اوه يا زماني يا زماني اوه اوه عمل عين والليل والآه الصبر جميل قاله في الموويل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل الله الله ايه الصوت الحلو دا والاحساس الجميل دا حسستنا بالحب كده فعلا لا لا حاجة جميلة جدا جدا بصراحة على فكرة مصطفى اول مرة يغني هوا فكون انه هو يقدر يطلع بالجمال دا في اول مرة انا بتنبق لك بالمستقبل حلو جدا طيب ننتقل بقى للدكتورة مروة وليلنا بقى ايه معنى الحب من وجهة نظر حضرتك طبعا نبتدي بكلمة صغيرة في حب حلو زي ما بيقولوا الحب دا من اجمل وانبل المشاعر الانسانية اللي بيحسها الانسان لان فيه حاجات كتير فيه العطاء فيه القرص ذات فيه التضحية طبعا مش اي حد يقول كلمة بحبك تصدقه فيه ناس كتير كلمة بحبك دي سهل قوي ان هو يقولها لان الكلمة بحبك كلمة كبيرة فللازم اي حد يقولها ايه بقى قدها لان الحب دا قبل ما يكون كلمة هو فعل هو احساس هو كمان مسئولية يعني كل واحد يبقى قد المسئولية اللي هو بيقولها لان هو بيحتاج ان انا اثبت الكلمة دي مش مجرد كلمة بس بتتقيله خلاص طبعا فيه ناس كتير فاكرا ان الحب دوت هو الحب العاطفي بين الرجل والمرأة فيه انواع كتير من الحب في حياتنا احنا مفروض بنستمتع بيها وبتزود لنا الحالة النفسية وبتزود السعادة منها حب الله سبحانه وتعالى في الاول طبعا احب الله سي ان انا اتجنب النواهي بتاعته اتجنب الحاجات اللي ربنا نهينا عنها اطيع حب بين الزملاء الحب بين الاصدقاء الحب بين حب المذاكرى حب الاطفال كل دي انواع من الحب بتدينا شعور بالحالة النفسية كويسة وبتدينا شعور بالسعادة طبعا لو جينا بقى من الجهاز المناعي وتأثيره على الجهاز المناعي والامراض احنا عايزنا لبطها ربطة صغيرة بسيطة اه احنا اتكلمنا فيها بسيطة جيدة اه انا معيش يعني ملخص للموضوع اه طبعا جهاز المناعي ده بيكون مسؤول عن قومة الامراض ففي دراسات كتيرة تعملت وابحاث كتيرة تعملت ان الحالة النفسية نفسها من الحب والحزن والسعادة والكآبة والفرحة كل ده بيأثر الجهاز المناعي وقومتنا للامراض ازاي قوم المراض بتاما طبعا فيه امراض كتير جدا امراض منعية متعلقة بالسعادة والحزن منها امراض جلدية منها امراض نفسية منها امراض كتير متعلقة بالسعادة والحزن يعني مثلا الارتكاريا الأكزيم الحاجات دي متعلقة بالفرح والحزن أثناء الفرح طبعا الأمراض تقريبا بتبقى نوعا ما مفيش أثناء الحزم بتنتشر أمراض أو بتظهر أمراض متعلقة بتنازل لمنعم تاني حاجة أنا فعلا بقيت كلام حضرتك أنا فعلا سمعت على الناس كتيرة جدا كان فعلا الجامعة بيبقى عندهم أمراض قاسية جدا وأمراض عضوية مش نفسية ولا حاجة لكن لما بيعيش في حالة حب أو سعيدة أو فرح ده بيساعده في أنه أنه يتعافى أسرع لذلك بيلجأ بعض الأطباء يقول لك إيه أنت ممكن تروح مكان تغير جوا في اسكندرية في مكان حلو هادي ده بيساعد النفسية تبقى أحسن فبيساعد أن العلاج فعلا يعمل نتيجة أسرع ده أنا بقيت كلام الدكتورة لا إن الحالة النفسية والشعور بالسعادة والراحة النفسية في حد ذاته بيأثر لي على قضاء الجسم يعني مش مجرد بس بيأثر على الحالة نفسية لا بيأثر لي على قضاء الجسم وعلى مسببات الأمراض وكل ده وجهز المناع وتقويت جهز المناع كمان في الزاكرة والحاجات دي الحب والحالة النفسية والشعور بالسعادة بيقول قدرات ذهنية والقدرات العقلية للإنسان طبعا من النتيجة إنه بيحسسه بالشعور بالسعادة في قريت كمان فيه لو دخلنا بقى في أنواع الحب في أنواع كتير شديني نوع اسمه حب الإنبهار حب الإنبهار داني مجرد اتنين يشوفوا بعد من أول نظرة زي ما بيقولوا بيحصل عجاب شديد بيحصل تواؤم من الروحين لو جينا بقى فصرنا فسيولوجياً أولياً لأكده موجات كهر المغناطسية بتوصل بين القلبي في نفس اللحظة في نفس الوقت وبعد كده بتحصل بقى تطورات حمية بسيطة خصوص الحتة دي هو ده اللي بيقولوا عليه إن سعادة فيه ناس بيحسوا ببعط من أول مرة لأ مش قصة أول مرة أنا قصدي ده سبيش يالي من أول مرة أنا قصدي ممكن يبقوا اتنين يعني هم كل واحد في بيته تمام بس كل واحد حاسس بالتاني حاسس إنه تعبان إنه فرحان دي بقى تكنزب الأرواح دي لها علاقة بالكهر المغناطسية صح؟ طبعاً أكيد الكهر المغناطسية دي موجات بتصل بين القلبين في نفس اللحظة وبعد كده ده كلام علمي مش خرافاتي ده كلام علمي وبعد كده يقولك بيحصل بقى تواصل كمان في موجات بتوصل من القلب وإشارات بتوصل من القلب للمخ تحيله بالارتياح لتلك العلاقة أثناء كل ده بيحصل إفراز لبعض الهرمونات الهرمونات بقى دي طبعاً كل ده كلام علمي الهرمونات دي بتساعد على السعادة الشعور بالراحة النفسية التعديل المزاج حاجات كتير حلوة بتأثر على الإنسان من خلال الشعور الجميل اللي تقريباً بيحصل من أول لحظة أو من أول لقاء طبعاً مفوضي يكلل لحب بالدواج طبعاً يعني لو استمرت العلاقة واستمر الشعور الجميل ده بتفرز مواد تانية بقى من نوع آخر اللي هي الأفيونات طبعاً كلنا بنسمع عن الأفيونات المخدرات يعني بس دي أفيونات طبيعية بيفرزها الجسم نزيجة الشعور ده دي بتساعد بردك على الإرساح والاتمئنان والإحساس بالراحة والسعادة فالحب لو ساد بين الناس بدل ما الناس تلجأ لأخذ المخدرات علشان يخرجوا من الحالة السيئة اللي هم فيها لا نحب بعض أحسن الحب ده يعتبر مخدرات طبيعية بترايح الحالة المزاجية والحالة النفسية وكل حاجة في الجسم فطبعاً إحنا ننصي طبعاً بالحب اللي هو واللي المفروض يكلل في الآخر بالزواج علشان تبقى الحياة طبعاً كلها لأن طبعاً الزوج والزوجة لما بيساعدوا بعض كل واحد فيهم بي دي شعور التلمي بإحساسه بالأمان والاطمئنان ده نفسه بيرفع من الحالة النفسية والحالة المناعية وبيبقوا فيه جداً للناس كلها حلوة قوي كلام حضرتك وأنا مبسوطة إن كان فيه فرصة إن إحنا نربط ما بين الحب وما بين العالم الداخلي اللي في جسمنا والكيميا بتاعته إن فيه علاقة لكن مش كل الناس تعرف إن فيه علاقة كده أنا متفقة معاكو في رأيكو كلكو بخصوص تعريف الحب فعلاً الحب ده عشان نقدر نقول عليه حب هو لازم يكون مبني على ثقة وعلى أمانة وعلى صدق دي أنا بشوفها من الحاجات الأساسية وما يكونش فيه أي أغراض يعني أنا بشوف كمان إن الحب ده عشان ينجح بشوف إن الواحد لازم يتقبل الشخص اللي قدامه بعيوبه قبل مميزاته لو قدرنا إن إحنا نتقبل الشخص ده بعيوبه قبل مميزاته خلاص أنا حيفضل الحب ده مستمرة على طول مش حفضل طول الوقت أقول إيه لأ أنا عايزة غيره يبقى شبهي لأ أنا عايزة غيرها يتبقى شبهي التغيير ده في الآخر بينتج عنه صدام عشان كده تديم من ضمن الحاجات اللي بتخلي الحب ما يستمرش بخصوص برضو إن في ناس فعلا بعد ما بتبدأ قصة الحب في الآخر ما بتكملش طبعا في ناس أوفياء وناس مش أوفياء زي ما حضرتك قلت إن أساسه هو الوفاء فكرتيني بقصة لوحدة صحبتي هي متعلقة بالوفاء والصدق للأسف هو ما كانش عنده وفاء ولا صدق كان كذاب وما كانش عنده وفاء كان يعود يختلق قصص أنا بحبك من عشر سنين ومش قادر إن أنا أقول لك وما كانش فيه فرصة ومش عارفة إيه وبعد ما اقتنعت بعد فترة طويلة وقالت له أنا بحبك طلع إن كان ليه أوراض تانية وفي لحظة اختفى كل ده وما بقاش فيه حب أولا لأنه عنده وفاء ولا هو إنسان صادق ويمكن برضو عشان حاجة تانية زي ما قلنا إن فيه حاجة اسمها تارجت يمكن حالك حد تتكلم برضو عن الموضوع ده أو إحنا حنسأل السؤال ده برضو إن فيه ناس بتحس إن أنا عندي تارجت أنا عايز أوصل للبنت دي مجرد ما يوصل لها خلاص ما بيحاش مش بيحاسس خلاص بحب أو أوردي أنا عايسينك إن الشخصية دي أصلا ما كانتش بتحب هي بتوهم اللي قدامها إن هو بيحب عشان عايز يوصل لحاجة معينة ووصل لها خلاص يعني ليه على فكرة أبردك لو جينا فسرنا نفسيا دي عدم استواء في الشخصية أكيد طبعا إنهم عايز يوصل لهدف معينة وصلوا خلاص انتهى الموضوع ودي ليه علاقة بقى بالسؤال التاني اللي هو إمت نقدر نقول خلاص أنا مش هقدر أكامل في قصة الحب اللي طبعا إحنا لما نلاقي الشخصية اللي قدامنا دي مش وفية كدابة بتاع حوارات قصص مقدرش الحب ده طبعا بننسحبه لكن أنا عايزة أسمع رأيكو أنتو أنت تقولوا لأ أنا مش هقدر أكمل في قصة الحب دي طبعا رأي حصل اللي قدامت بيحبه مش معنى كده أنا مثلا كنت بحب أتمنى له إن حاجة الوحشة تحصل لك الحب مرتبط بالتمنى طبعا أقول هي نظرة من بعيد آه تفضع لي هي نظرة هي نظرة من بعيد هي نظرة من بعيد أو تكون هادي وسعيد بيننا لو حب وقديم في قلبي لسه جاي جديد ولو فبيننا ما سفات خيالي بيجي بلي المفيد أم أحلامي ليلاتي وفي ظلام الليل تعيد وعدم عام الدموع تيجي يوم أو يوم تزيد تيجي بس الفرحة جاية ولا نسمة تتشقية على عيون عدت تجيد قلب جوه والوريد يجري فيه يحكي ليه كل يوم عنك جديد شايف دحكة وش فايف إنت تصحى وإنت خايف حتى أكلك بيشاور لي إنه داخل أقول له عارف لوحة كانت سقف قطك وش فيها وفيها شايف وردة مني نشفى جنبك فيها كان العطر جارف كل دول ليه المعارف بين أفراحك في يومي لما تبقى الشمس طلعة والسماء من غير سعاب لما طفل وخد له جرعة من حنان أم وداب لما عيني تبقى لمعة ما فيها الزرة عذاب والصحة حلوة أو بخير قالوا عنك ناس كتير لما اسمي جه في جملة لهوقف فيك الزفير والعيون تصمرت في السماء بالمسانير اسمي أثر فيك شوية كان ساعتها زيت غير ساب كتاب كل البشر وعلك اتفك كان بخير لما كنت بكي زمان لو قعت ودمعي كان تقطبت أمي بحنان تهد فيها للنهار تضرب الأرض اللي خبطت فيها لازم اعتذار قل لي كيف أنا أحكي ليها عن حبيبي اللي صار بعض عني انهيار من هيجي يضربك وانت قلبي يوم ما حد يلمسك كعقل مني رح وطار عيش سعيد ووعبية أو تكون مجغول علي حلوة بيك أحلى دنيا ولو بعيد عن عناية أما لو حزين في لحظة ولا عيش في الدنيا ثانية الله الله على الجمال الله الله دي بقى لساس مصطفى انت ايه بقى رأيك انت تقدر تقول لا انا مش هكمل في القصة دي مش هكمل في القصة دي يعني لما يكون مثلا في عدم شك يعني في شك في الموضوع مش أكثر عدم سكة برضه انا ودها دلوقتي بس كلها حاجات مفتوضة بعضه مزبوط طيب حضر لنا بقى اونيت ايه تانية النوار ده ما يعني هي حاجة ببرة عن السؤال اللي احنا سألناه بس ها حاجة طمام نخبي ليك في أسرارنا أنا وإنت ما في شجرنا ولو ننسى مشاعرنا نكلم ميني فكرنا يا روح الروح بتنساني وأنا فاكر ومش نساي تيجيب عنا عيني من تاني ومن جي الحب بعيش ازاي ومهما تيجيب بعيش شوية وأشوفك وردة في الشباب ودمعت حزن في عنايك بتستناك يا أحلى ملاك قالوا للحب لو علمات في النبض القلب والهمسات وروح تتير تنادى عليه ورح عشت إيه في السلامات اللا جد أشعرتنا فعلا معلين قوي طيب استكمالا بقى الموضوع التارجت نسأل حضرتك بقى في الموضوع انت شايف ان في حد ممكن يمثل الحب في حين ان هو بس شايف ان القدامه دي تارجت عايز يوصله بس ومجرد ما يوصله يبعد؟ طبعاً الشخصيات دي متواجدة في المجتمع كتير تتفكي معي في الرأي متتفكة يعني الواحد بيقره كتير وبيسمع وبيشوف مجرد بتبقى المفروض فيه ناس حاجة دي بالنسبة لهم حاجة عالية عايزي قرب لها مجرد قرب للموضوع وخلاص وقرب منه تلاقي الدنيا ايه المشكلة بقها ان الناس دي ما بتقدرش تكتشف بسرعة الحكاية دي يعني تخيالي بقية القصة بتاعت صاحبيتي دي تخيالي هو بعد ما وصل هو مش بس تستكفى لحد كده تخيالي يوم قالتكو انا بحبك وطلع ان هو ليه غرض في الموضوع وطلع خلاص حس ان هو مش عايز يكمل مش بس كده ده خلال كم يوم خطب لا الصراحة تخيالي بقى ملائي كمان لا 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 استني بقى تخيالي المفاجأ جماعة عمل معي كمان لا لا مش بس كده وعمل فرحه يوم الفلانتايم تخيالي تقريباً بيقدم لها هدية يوم الفلانتايم اتجوز اه يعني اتجوز واحدة غيرها انتفهم طبعاً زي ما فيه ناس وفية جداً وناس عارفة طبعاً قيمة الحب زي ما فيه ناس بتدوس على قلوب ناس وهي من غير ما تحسب الحسابات لكن لان ما تحت الحسابات دي خطي تحتها مليون خط لان البنا ادم اول ما يقول الكلمة نفسها المفروض يبقى ملتزم بيها طبعاً عارف هو بيقول ايه الحب وعد وثقة وكلمة بيقول ايه وبعد الكلمة وبعد افعالي وقد تصرفاتي وقد صفاتي يا ابا ما قولهاش اصلاً صح مصبوط عامو فرحان ايه يا بقى عامل ايه يا عامو فرحان الحمد لله مفيش نقطة حلوة على السريح كده نقطة؟ اه لا مفيش نقطة لكن ممكن اعمل حاجة حلوة طب اعمل لنا حاجة حلوة انا شايف برض الحب هو حياني حلوة ايه اه زي المية دي هي يعني هي حياتنا كلنا مفيش حد يقدر يستخدم عن المية والبرطمان اللي هو الشفاف ده هو قلبنا كلنا طبعاً صح كده؟ هم طيب اه الحب هو حياة زي ما اخوتي بكلم والخشبة دي اللي هو يعني لو حاطناها كده جوه المية متهيقلي كلنا شايفينها يعني صح كده؟ صح كده؟ لذي ان الحب نقي والحب طاهر والحب مفيش اروع منه بس في بعض حاجات بتعصي في حياتنا بتبتغير وتعقر زي ما قلت دلوقتي الخيانة عدم الثقة عدم الأجول عدم اه اه عدم الغفران اه المعيرة اه الادانة اه ازهار العيوب اه اه حاجات كتير خالص بتهين الحب طبعاً القلب لما يكون بالشكل ده احنا هنقول طبعاً اكيد صعب ان هو يحب تاني لكن انا عايز اقولكم حتى لو القلب كده وحد حبه الحب يغير القلب ده ليه بقى؟ الله لان فيه ناس كتير عايزة لمسة وعايزة طبطبة وعايزة كلمة حلوة وعايزة بقى اللي انا كنت كاتبه ده عايزة شوية اهتمام مجرد ان انا احط حب في اهتمام القلب هيدغاية طبعاً انتم شايفين دلوقتي صعا كده اه الحب عايز سلام عايز يكون حد بيطمنه طبعاً انتم شايفين برده التأثيره الحب عايز غفران القلب ده عايز غفران طب نحط الغفران القلب ده محتاج رحمة الناس ترحمه وناس تقبله فيه الناس كتير بتبقى مرفوضة من الشكل الخارجي بس لكن حد يتلامس معه الكيمياء الحركة بتقول عليها صعا كده الحب محتاج ايه تاني الحب محتاج كلمة حلوة تلمس القلب صعا كده نحط القلب ده تاني الحب عايز عطاء ندي عطاء ندي ندي بلا تمير اه اه طيب اه طيب رغم ان القلب لسه اسويت ما تغيرش وكل ده حطناه ما تغيرش لكن انا عايز اقول ان في بقى حبوب اسمها حبوب الهب انا بقوله انا بحبك من كل قلبي مهما اتغيرت انا برضو بحبك انت زعلتني فانا مازال برضو بحبك جوه قلبي فيه طاقات كبيرة قوي انتغير قلبك معقولة كل حبوب السعادة والحبوب اسمها حبوب الحب تغير القلب وكل ده يظهر مش ممكن بصوا بقى جماعة كل حب كل حبة حب القلب بيتلامس معها بيغير القلب ويرجعه ناق تاني وكل الصفات الحلوة والقلوب الجميلة اللي ما كانتش بينا هتظهر وهو يكون صاحب ايوه ايوه وهيكون الكاميرا لو اتقرب شوية فين الحجر واحش راحت فين اختفت لا بعدين بقى بعد الحلقة تعرفوا الاسرار دي حطيت ايه حطيت الحب بعد الحلقة بقى تعرفوا الموضة ده يعني فانا عايزة اقول ان قلبي وقلبك زي كده كلنا محتاجين الحب حتى الانسان المرفوض لما اقوله انا بحبك بيتغير فيه ناس كتب بتحط ألف حد وحد انتو عارفين الحدود اللي احنا بتحطها للانسان وقوله خلاص علاقت بك انت ايه انا بضمره ده انا بقلمه ده انا بكسره ده انا بقوله انت خلاص انت مفيش حياة تانية لكن ممكن اعمل حاجة حلوة اغفر من كل قلبي اعمل حدود لكن برضو في قبول يمكن انسان ده يتغير لان لو هو ترفض ممكن يكون موسيق لناس تانية موسيق لناسه فغلط ان انا ارفض حد عشان كده عشان كده انا كنت بقول في البداية في تعريف ما اعظم هذا الحب ان يبذل احد نفسه لاجل احب حتى لو كانوا اسأولي الحب يعني فرحة الحب يعني سلام حتى لما كنت بروح تعرف الغفران ده كنز ومش اي حد بيقدر يبدي لازم نغفر لازم نغفر في حاجة تانية انا بروح مستشفات كتير وبروح لمرضة كتير مجرد ما خشي بس كده هو نسي اساسا يعني تعب الكانولة مثلا انا في اماكي كتير بدون ذكري هو ده بل الدكتورة عليته انا خدت اطفال على رجليه في غرفة الكانولات وانا عارف ان السن الكانولة قبل ما يخش في الوريد بيخش في قلب الام الاول تمام؟ لكن انا عايز اقول ان مجرد ان انا بهذر مع الولد ودحكه الولد ناسي اساسا ان فيه كانوا دخلت وخرجت وحصلوا وسحب عينة ناسي خانص كله مركز معي في الدحك والكاركرة وهو متقلم وبدحك ايوا فالحياة الحياة الحلوة اللي فيها حب وفرح ايوا بقى ايوا 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 انا حياتي كلها بقال اثنين وثنين سنة تعرف انا فعلا مرة شفت فيديو الدكتور الدكتور ده عايز يدي حقنة لطفل طبعا كلنا عارفين الحقنة بتاقيبا ستة شهور دي او سبع شهور قد ايه بتقلم جدا فهو قاعد يلعب يخبط كده بالابرة على رجله وعلى جسمه عشان يعرفه او يحسسه ان دي حاجة مش بتخوف وبعدين مرة رح جاي متديله الالحونة محسش باي حاجة بالعكس فضل يضحك دي استكمالا للنظرية بتاعت الدكتورة وبتاعت عمه فرحان ننتقل بقى المدام نجوة وكلماتها العزبة والشعر الجميل الرومانسي مش عارف حنشبع معاك بالرومانسية دي لحد امتى شويت فرفاشة بقى فرفاشة يلا بينا حاجة تجدان من زمان اول تفضعي نفسر قسويات سلو يلا نرقص نفسر قسويات سلو وقلبي معاك في اللحي يتور والدارة ملي بيحسدوه وقولي الدنيا حبيبي نسوه نفسر قسويات سلوه ادي ملها بالحب ايديك عيني تكون بينه في عينيك لو تهرمشك عنا لقيه نفسر قسويات سلوه روحي واخده من روحه معاد يتقابلوا ولا قالوا معاد كل ما ومنك رح تتعد نفسر قسويات سلوه نفسر قسويات سلوه نفسر قسويات سلوه نفسر قلبس فستان احمر ولا حطش في الخد الاحمر كلامك اللي خليه احمر نفسر قسويات سلوه قولي قلبك بيه قول ايه دقة تواجع وبنتي الايه تقولي كلام واحن اليه حبك جاية ومن غير ليه نفسرقس وياك سلو احكي شعورك انه سعيد واسمع من قلب التنهيد دقى بدقى وبالتحديد بتقول ان شعوري اكيد نفسرقس وياك سلو قلبن حبك من سكات صمتي يكون افضل ساعات نظرة منك قلبي مات نفسرقس وياك سلو لا 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 ده كتير كده علينا قوي قوي ايه الرومانسية دي لا 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 انت كده شوقتين للحب والناس سناجل حتفكر تبقى مش سناجل لا لا حلوة قوي وكلمتها جميلة جدا قوي دايما بتفاجئين بالافكار الجديدة في كمان قوض القلب جوا القلب جوا في قلبك قلف مكان وعليه بصمة او عنوان بيقولك ما تخش وعادي او ممنوع النشري بان ساعة تبقى صريح بالحب وساعة صريعة منه وجبان قوض القلب عليها ببان وقضى واخدى اعلى مكان وحتى من قلبك نقصة لا ايه هتكمل قلبه فلان زي كمان جبت سنت كتفك فبتعزف احلى الالحان زي مرارة الغربة تدقها سكر جالك من القوطان وجوه قلبك فيه بلكونة تتنفي الزكرة ومركونة فيها البرج ساعت بيدفي لو كان عدوى من العدونة سبقوا بالحب وعدونة صعب ارحم القوضة القوضة ينفع طفل لسه بيحبي ويتمشيه في عروض الموضة او انك توصل سبعين ولقت نفسك لسه فروضة اما دخل قد الاسرار مفتحها ما تعرف القرار زانق نفسك جوه قطار برمودة مسلس وبحار ضلعة مسلس قال اختار والضلعة التاني اعصار والتالت كمهاجر ورابط ضلعة بضلعة فقاد النار قوضة ما ينفع فيها اجار وصور ليك جوه قطار بروز لامع وعليك شار بيقولك ما عليك خمار اقفل قطك او القفل احسن تطلع في الاخبار وقوضة وفيها صندوق تفتحها ساعة مكروق فيها زكرة فيها وربة عدها جوه اكتاب مزنوق فيها كلمة حب وشوق فيها كلمة تخلك فوق فيها صورة ابيض واسود بتنور من غير الضوء فكت عقدها جوهر قبك كنت تموت بيها مخلوق اقفل على نفسك الباب اقفل قلبك لو يمداد قلب الطين بالمطرة يظهر قلب حديد بيصدي وخاب قلبه حديد اللي ما يسمع منك لوم او حتى عداد هو الميت عمره بيصع لو ما تفونه في قلبه ترد الشق بيجيب الاحزان عمره ما جاب مرة والاحباء الله 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 عليك وعلى عزوبة كلماتك الله اخبار الحب والفالنتين والاحمر بسلم على انا لبساية مش لوحدك مش لوحدك بتحتفل بالفالنتين والله العظيم ما كانش عندي دوس باي لك باي لك طب ولي بقى محضر ايه باولينا هناك كده حاول الحاجة ودي هي كلمة واحدة بس مش اضطر باي لك وكلمة دية فيها عندي راحة البال حبيتك 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 يوم ما تلاقينا لما حكينا حبيتك حبيتك يعني ما عملتش حساب من الناس اللي سابوا بعضها من فترة محضر حاجة بقى يلا يا موجوع باين باين تفضل تفضل ليه ليه احنا كلنا حبينا وتحبينا وتواجعنا الناس هتزعل متسابين بردو كده لا 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 لازم نراضين طبعا انا تفضل الناس كلنا هتفضل هتفضل هتعيط شوية بقى هتفضل فشا بقى هتفضل 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 باما اتطعيني وقلت نفس هشوف تاني هتفضل 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 والكلام ده تدينا نصيحة إيه بقى طبعا في مجال المايكروبيولوجيا لو اتكلمنا عن الفيروس هي كائنات طبعا بتبقى ضيفة جدا فأنا سهل جدا إن أنا أتجنبها وأتقيها وهي من بعيد أول ما بتدخل الجسم بتبقى صعبة إن أنا أقدر أقومها من بعيد بقى أغسل اليدين على طول بالمية والصابون التباعد اردداء الماسك كل الحاجات دي سهل جدا إنها طاقين إن شاء الله من الكورونا بالإضافة إلى بعض الأعشاب على فكرة الطبيعية مفيدة جدا تعمل عليها أبحاث كتير زي الينسون ها نقولها سريعا عشبة كده أنا أنسيت الأعشاب ينسون والقرفة والعصر الأبيض في عشاب تعملت عليها أبحاث أوريدي عن الكورونا عشبة الشيح والبابونج والجرجير الجرجير ده كله متواجد ده كل يوم إحنا بناكم الجرجير فده مفيد جدا لينا وتعمل عليها فعل الأبحاث للدفاير سيد خرحون أيوة عمد أيوة عايز تختم معنا بقى تقول لنا إيه أنا يعني عايز أقول إن الحب أه أسمى أسمى الوجود يعني أكيد طبعا حضرتك باب تعمل حفلات وكده أه بقى أعمل حفلات حدوة الأعاد ميلاد وممكن يأسبوها طب الناس تتواصل مع حداك إزاي؟ من خلال رقمي زيرو أحداشر أتنين ستة خمسة أربعة تسعة واحد سبعة واحد حال وقوي أو تاني ممكن آه تفضل زيرو أحداشر أتنين ستة خمسة أربعة تسعة واحد سبعة واحد وعال فيسبوك عم فرحان حبيبي طبعا أنا سكر رشابات وعسل وكل يعني عيد ميلاد وحضانات طبعا عم فرحان حبيبنا كلنا وكانت حلقة جميلة جدا دلوقتي إحنا وصلنا آه لفقرة البرقيات وزي ما ارتفعنا إن أي حد عنده عيد ميلاد آه أو عنده آه تهناء والنهاردة بخصوص عيد الحب بقى فعندنا تهناءات كتيرة جدا وعندنا برضو تهناءات بخصوص عيد الحب فنبدأ معنا أول برقية من صديق البرنامج المحبوب مصطفى أشرف المشهور على السوشيال ميديا بتيفة بعد برقية عيد الحب لحبيبته بيقول إليك يا من احتوتك العيون إليك يا من أعيش لأجلها إليك يا من طيفك يلحقني إليك يا من أرى صورتك في كل مكان أحببت البحر لأن فيه عمق فيه عمق حبك أحببت الجبل لأن فيه من شموخك أحببت الشمس لأن فيها من شروق الشمس أحببت القمر لأن فيه من نورك أحببت الحياة لأنها مزجت روحي بروحك يا سلطانة عقلي وقلبي بحبك أحلى حاجة حصلت لي في حياتي بحبك يا ردوة شفتوا بقى الناس اللي بتحب بقى والجودة معنا بقى برقية تانية دي لأخويا إحنا محضرين له فيديو كده صغير أرجو الإعداد إنه هو يعرضه معينا في الحلقة حبيب قلبي أخويا كل سنة وإنت طيب وعبال يا رب مليون سنة كل سنة وإنت طيب مرتين ومناسبة تعيد ميلادك ومناسبة عيد الحب طبعا التعيد بتفرج علينا دلوقتي ودي كانت المفاجأة برقية إلى البش مهندس أحمد فتحي أبو منا مقدم من الوالد البش مهندس فتحي أبو منا والوالدة أزهار إبراهيم والإخوات الدكتورة شازة وأستاذة العلوم السياسية والدرسات الاقتصادية جهاد فتحي والطفلة أريج من كل قلبنا احنا بنتمني لك حياة سعيدة يا رب وكل سنة وإنت طيب وفستينا ومنوارنا يا رب برقية إلى الممثل والواجه الجديد الأستاذ صلاح فاروق فوزي المدني من الزوجة هبة السيد مصطفى بمناسبة عيد ميلاده بمناسبة عيد الحب بكل سنة وحداك طيب احنا لسه معانا كمان برقية للباش مهندس أيمان جورج بمناسبة عيد ميلاده بمناسبة عيد الحب كل سنة وحضرتك طيب ومعانا برقية للأستاذ والزميل الأستاذ أحمد سامي موجهة من زوجته رضوة معتمد بمناسبة عيد ميلاده وهو كمان بيوجه لها برقية بمناسبة عيد الحب كل سنة وإنتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ولسه معانا برقيات تانية بس للأسف قال لي وقت البرنامج خلص إن شاء الله حقولها لكم في حلقة تانية كانت حلقة حلوة جدا معاكم وحلقة جميلة عن الحب والكلام في الحب عمره ما يخلص والقعدة الحلوة عمره ما تنتهي فأي حد عنده أي برقية يقدر يبعثهن على هذا الرقم 012-03883794 وأي حد عنده موهبة أو عنده حاجة معينة أو منتج أو شركة عايزة سواء هيقدر يعمل ده من خلال برنامج دندانة ويدردشة بالشكل ده انتهت حلقتنا فانتظرونا في حلقة قادمة ما كانت معكم بطول فتح ما سلام